السلام عليكم ورحمة الله معاكم محمد قسامة على قناة دروس انجليزي قبل ما نحل امتحان القاهرة 2020 هحب اطمنك وهنزلك النموذج اللي نزل على الفيس وهقولك لو انت داخل الفيديو دوت علشان تعرف اجابات القطعة واجابة الماتش هطمنك وكله هيعدين شاء الله تعال بس نحل مع بعض واحدة واحدة احمد اندحازم are talking about sports بيكامي عبا سبورس good morning can i ask you some questions هنا لازم تقول yes of course رقم اتنين بيقولك my favorite sport is weightlifting الرياضة المفضلة بتاعتي رفع الاسقال يبقى what is your favorite sport او what sport do you like او which sport do you do اي حاجة من دول برضو صح بعكية بقولك weightlifting builds a muscle الرفع الاسقال يجيبني العضلات سؤال i can lift from 40 to 50 kg يبقى how much can you lift او how many kilos can you lift what about you خلي بالك في السؤال ده لازم تجيب من تحت great swimming is also useful for building the body يبقى الاجابة لازم تكون swimming تعال نشوف السيتيوشن مع بعض you are asked to go out with your friend refuse خلي بالك من refuse يعني رفض يبقى i'm sorry i can't sorry i am busy i can't or i would like to come but i can't your sister looks worried you ask here for the reason ممكن تقول هنا what is the matter ممكن تقول why do you look worried why are you frightened why are you worried اي اجابة من ضغول صح your friend asks your advice because he is going to pass a test يعمل ايه ممكن اقول لك you should do exercises يعني تعمل تمارين ممكن اقول لك you should revise grammar you should revise lessons اي نصيحة لها علاقة بالمذاكرة صحيحة تعال بقى نشوف السؤال القطعة اللى عمل عليه قلق كتير هنا السؤال بيقول لك هطمنك والله دلوقتي how do you think that the bicycles can help the environment ازاي العجل يقدر يساعد البية اي اي اجابة من اللي فوق صح حعرف انت حتى لو جوبت لو جوبت من دماغك it keeps the environment clean صح بس الاجابة هي تقدامي في السطر الابن الاخير it doesn't use petrol so it keeps the air clean رقم اتنين why do people in the crowded cities prefer riding bicycles للناس في الاماكن الزحمة. طبعا الاجابة محطوطة عليها خطة هي مش بتحتاج مكان كبير. رقم تلاتة بقول لك بيستخدمهم في ايه? الاجابة محطوطة قدامك تاني سطر فوقها هي تعال بقى نتكلم في السؤال بتاع باي الف وتسعمية ده. مبدئيا كده الاجابة بيفور الف وتسعمية. طب يا مستر انا عملها اين? هتعدي. ليه هقول لك هتعدي? هفهمك الاول. ليه هتعدي وبعدين اشرح لك ليه الفكرة بتاعت السؤال كده? هتعدي لان طبعا حصل جدر كبير على السؤال يا مستر هي بيفور ولا اين? الاجابة بيفور بس هتعدي انت لما حصل نقاش على مستوى كبير يبقى هتعدي الناس ديات عندها ان شاء الله رحمة بكم. دي اول حاجة. تانية حاجة هتعال بقى فهمها لك واحدة واحدة. انت عندك باي لما يجي يبقى ديها فترة. يبقى معناها يبقى معناها بحلول. طب بحلول ديت معناها ان الحدث اللي قبل الفترة ديت هيكون تم قبل ما السنة دي ما تيجي. تعال نفهم الجملة كمان في القطعة. تطورت. يبقى في الحالة دي ان الاكشن خلاص تم قبل ما تيجي سنة الف وتسعمية. بس برضو ما تقلقش. تعال نشوف السؤال رقم خمسة. طبعا هنا بيقول لك دايمة خلى العجل يمشي اسرع. يبقى المقصوب بيها اللي هي البدلات. السؤال دوت وبعد كده رجع للسطوري. بعد كده رقم تلاتة سامح هذا بعد كده خمسة تهولد تهولد اب تهولد اب تنت سوري. يو كان يوز بولز اللي جاب اقول واحدة. ستة. طيب تعال نشوف هنرجع للسطوري بعد ما خلص ده. ده عندك هنا قاعدة لازم يجي قبلها وتخلي بالك ازا كانت الجملة مثبتة ولا منفية. هنا يبقى رقم اتنين الجملة بعصف يبقى خلي بالك اربع رقم تلاتة جملة سهلة. خلي بالك في الايميل احنا مبارح على لايف شرحنا ازاي نعمل الايميل. هتكتب فوق الشمال هانياتياه.com وبعا كده هتكتب اباوت لهو الموضوع. في الحالة دية انت بتكتب ايه اللي المفروض تعمله و ايه اللي المفروض ما تعملوش في المدرسة. تعال بقى نشوف سؤال الماتش. سؤال الماتش عايزة اطمنك مبدئيا انا عارف ان الجملة رقم تلاتة اللي بتاع جو جرين جملة غلط. فالطبيعي ان يكون في حد عد عليك في اللجنة وقال لك ان جو جرين دو المفروض ان هو يبقى يورك. فلنفرض ان ما فيش حد عد عليك او عيدك وتراست مي تأكد ان الجملة كده كده هتعديلك. تعال نشوف الاجابات. سكواير جوردون مالو. يبقى اجابة طبعا yes because he made beauty ill. رقم اتنين. قلنا كتير اوي في المراجعات. هنقول كمان علشان they are frightened by the fire and they didn't know what to do. بأكد عليك. متخفش سؤال القطع هيعدي. متخفش سؤال الماتش هيعدي. نتقابل في الساكن تير من شاء الله. محمد وسلم.